حول القرآن مع القرآن وبالقرآن حول القرآن تحلقنا نحو القرآن تسابقنا بالقرآن معا حلقنا واستنسكنا ودخلقنا اقرأ وجهك نور وهدى أطلع أخلاقك من رصدا جود صوتك بالذكر شدا أتقل ما ضاع الجهد سدا أتقل ما ضاع الجهد سدا علم ملأ الدنيا نورا مكر تحلو معه الذكرى حس في نهضة في القرآن شرع عثل أمن شرع حول القرآن مع القرآن حول القرآن مع القرآن حول القرآن حول القرآن مع القرآن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال تسمى عبادة ارتضاه الله لنفسه من عباده المخلصين ورحمة الله بعباده تتجلى في قبوله أي عمل يقصد به وجهه ولم يحصل العبادة فيما فرض من الصلاة والصيام والحج أيضا بل تتنوع العبادات بين عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب وإن أنقى العبادات هي التفكر والتأمل في ملكوت الله وخلقه مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شباب القرآن معنا في لجنة التحكيم لهذه الليلة كل من الشيخ الدكتور نجيب العامري والشيخ الأستاذ محمد عبد الجبار والشيخ الأستاذ إشراق اليوسفي أهلا وسهلا ومرحبا نورتم وأنستم أرحب أيضا بالمتسابقتين لهذه الليلة المتسابقة الأولى أسماء محمد سعيد والمتسابقة الثانية رهام محمود عبد الحميد أهلا وسهلا إذا المجاهدين الكرام نبدأ المسابقة على بركة الله الكلمة والسؤال للجنة التحكيم المتسابقة أسماء محمد سعيد السؤال الأول اقرأي من أول سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مراتين ولتعلن علوا كبيرا إن شاء الله فتح الله عليك يا أسماء اقرأي في السؤال الثاني من قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيعون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إن كانوا صادقين يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرَانِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَحْسَنْتِي 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 يا أسماء طبعا سؤال السؤال الأخير والسؤال الثالث في مفهوم أهداب الحديث يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناج اثنان دون واحد وزاد في رواية مسلم قال إلا بإذنه فإن ذلك يحجنه واختلف العلماء في حمل هذا النهي هل هو على التحريم أو على الكراهة وفي آيات كثيرة من القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أدب الحديث إقرأي الآيات التي تتحدث عن أدب الحديث تفضلي ورجى مفهوم آداب الحديث في آيات عديدة من القرآن الكريم منها في سورة الحجرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال تعالى في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون وإذا قال تعالى في سورة القصص وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ فتح الله عليك يا أسماء ما شاء الله يا أسماء بارك الله فيك مشاهدين الكرام استمعنا المتسابقة الأولى الآن وكما هي العادة أنقلكم إلى الميدان لنشاهد ماذا سيدور بهذه الفقرة تابعونا قد نقول كلمة ولا نلقي لها بالا فتهوي بنا في النار وقد نقول كلمة وتكون سببا في دخولنا الجنة فالكلمة هي المقياس فقد قال العرب لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك لذا وجب علينا الالتزام بآداب الحديث التي علمنا إياها ديننا الإسلامي الحنيف تابعونا السؤال الأول من هذه الفقرة الميدانية قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية؟ طبعا المقصود هو الصلاة الآن نسأل الجمهور تعالوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أريد لك سؤال إذا جاءت لك جائزة قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية؟ ما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم الإيمانكم الإجابة مش هذه الإجابة المحددة يعني ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية تحديداً قبل الآيات لا لا ما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية الإيمان بالله سبحانه وتعالى شكراً شكراً لا لا شبعت السؤال قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بل مقصود بإيمانكم في هذه الآية تحديدا مرة أتحسر الآية مرة أتحسر الآية كيف؟ ارفع صوتك ما اسمعك ما فيش عندك فكرة أقول لك ما عندك فكرة؟ طيب شكرا لك السلام عليكم كيف حالك يا والد؟ الحمد لله شعرك كريم وعليكم بأعطيك سؤال وإذا جاوبت عليه للجائزة قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ما المقصود بالإيمان في هذه الآية؟ صلاةكم تأكد مئة بالمئة اسم الوالد؟ عدنان أحمد عبد الملك الأكحلي عدنان الأكحلي إذن الإقابة إيش قلت لي؟ الصلاة بالفعل إقابة صحيحة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي الصلاة حصلنا على الإقابة الصحيحة من الوالد عدنان في هذه الفقرة وهذا السؤال وحصل على جائزة مقدمة من جمعية معاذ العلمية مبارك لك أولد شهر كريم أيها الله إذن جاهدين أنقلكم للسؤال الثاني من هذه الفقرة الميدانية تابعونا السؤال الثاني من هذه الفقرة الميدانية اقرأ من قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تعالوا نشوه السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله حافظ القرآن؟ إن شاء الله طيب في سورة الحجرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أكمل الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي أو لا تقهروا له بالقول تمام كمل مش حافظ شكرا لك تعال كيف حالك عبد القرآن شهرك كريم أولا أعلان عليكم إن شاء الله واليمن آمن مستقر آمين طيب أنا أدي لك الآن إكمال آية إذا أكملتها صح أتدير الجائزة قال تعالى في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أكمل ولا تقروا لكم بالقول ولا إيش ولا يقهروا بالقول بها صح ولا يقهروا بعضكم أنت حافظة أولا حافظة تمام يعني قرأة متردد ما أنتش حافظة شكرا لك أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أكمل أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بعد أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرقيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجارب عظيكم لبعض أن تحلط عمالكم أنتم لا تشعرون إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله ولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجرون عظيم أنا مكتفي بهذا القبض أين اسمك؟ عمر عبد العزيز عمر عبد العزيز قرأ بشغل صحيح بارك الله فيك يا عمر حصل على الجائزة المقدمة من جامعة الرواد وبارك لك يا عمر وشاهركم كريم أنتقلوا بكم للسؤال الثالث من هذه الفقرة الميدانية تعالوا معنا من المناشف؟ أطعم من المناشف من كمال واحدة؟ الحب هذه مدية بربعمائة ريال بربعمائة ريال؟ أهو كيف الشغل معكم؟ الشغل الله طيب والحمد لله مع رمضان هذا عبد الآن مجرطان طيب أشناك؟ اسمي جميل محمد جميل؟ جميل يا عم جميل الشيء أدي لك سؤال إذا قاوبت علي أدي لك جائزة تمام؟ إن شاء الله سؤال بسيط إن شاء الله تذكر لي ثلاثة من آداب الحديث ثلاثة من آداب الحديث؟ أيوة يعني العادث النبوية لا لا آداب الحوائل لما تكلمنا ونتا في آداب طبعا في آداب بالكلام أيها الأداب؟ تذكر لي ثلاثة الأداب هذه طبعا الأداب هذه أنه يكون يعني محترم على مع الزبون والزبن وكان محترم وهذه ألا أصدفات الحلوة يعني مثلا لما تكلم معك ورفع صوتي هذا من الأدب بالكلام؟ لا ما هي من الأدب؟ عدب رفع الصوت يعني؟ طبعا هذا من الأدب طيب لما مثلا أتناك شناونج بحاجة وتعصب لرأي هذا مش من الأدب؟ هذا برضو مش من الأدب إذن عدم التعصب للرأي؟ عدم التعصب للرأي قضا ما في شاك يعني هذا والغساب الأول الاحترام والتأدب بالمخاطبة؟ طبعا ما في شك هذا الأدب الأدب هي أن تكون مع هادئة مع صاحبك مع احترام صاحبك يتبادل معك الريف بالاحترام والأدب سلام عليك يا عم جميل الله يحمد إجابة صحيحة وكذبت الجائزة هات الجائزة هات الجائزة يا عم جميل شكرا شكرا الجائزة الأولى يا عم جميل مقدمة من جامعة الرواد هذه لك والجائزة الثانية من مؤسسة إنقاذ شكرا الله يحمد حب الجائز حقاك والله يوفقك ويعينك شكرا لك شاهدين الكرام أنقلكم إلى الأستوديو حياكم الله من جديد إذن شاهدنا ماذا دار في الميدان واستمعنا قبل الميدان للمتسابقة الأولى أسماء الآن نستمع للمتسابقة الثانية لهذه الحلقة ومن هذه الليلة السؤال والكلمة للجنة التحكيم على بركة الله مرحبا أريهام طبعا السؤال الأول بقرأي من أول سورة الكهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسبك كيف تعالله عليك يا رهام السؤال الثاني يا أخت رهام اقرأي من قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون حسبك أحسنتي بارك الله فيك يا رهام السؤال الأخير في المفهوم هذه الليلة الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وحده دون سواه وأن ننقاد لأمره وأن نكون مبادرين لطاعته اقرأ الآيات التي تتحدث عن العبادة تفضلي ورد مفهوم العبادة في سور كثيرة في القرآن الكريم سأتلو عليكم بعضها منها في سورة مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كما ورد أيضا في سورة النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين كما وردت أيضا في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك يا رهام بارك الله فيك يا رهام إذن مشاهدين استمعنا للمتسابق الثاني أو من قبلها استمعنا للمتسابق الأولى أسماء الآن أنقلكم لفقرة فنية معدة في هذه الحلقة تابعونا أنا الفقير إليك يا رهام وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك يا رهام وأنت عني عني غني أضعف فيها فيها أصير وأنت رب رب قوي والضعف فيها فيها أصير وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت رحدك رحدك حي وأنت رحدك حي يفنى ويبلى موسيقى معايبي ليست ضقفالا جن عفوك أوفا معايبي ليست ضقفالا إلا عفوك أوفا وإنني غرم ضعفي أرى الكبائر حتفا أحيا بروح روح طموح ملء رجاء وخوفا أحيا بروح روح طموح ملء رجاء وخوفا تطير تسجد تسجد تسمى وتحدث النور النور صرفا وتحدث النور النور صرفا موسيقى 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 من جديد حياكم الله مشاهدينا في هذه الليلة وهذه الحلقة استمعنا للمتسابقتين وشاهدنا الفقرة الفنية وشاهدنا الفقرة الميدانية الآن وصلنا للحظة معرفة النتائج من ستفوز معنا بالجائزة الأولى لهذه الحلقة ومن ستفوز بالجائزة الثانية قبل أن نعرف بالأرقام نستمع للجنة التحكيم ماذا ستقول وتعلق على أداء المتسابقتين حياكم الله طبعا الحلقة كانت متميزة اليوم أداء رائع وأصوات رائعة وتلاوة متقنة بعض الملاحظات على المتسابقة أسماء محمد سعيد مثلا في أزمنة الغنى وكذلك الأخت رهام المتسابقة رهام أزمنة المدود والأسماء أيضا الراء في فذارني يعني قلقلة الراء وفي لإخوانهم التفخيم الخاء فيه نقص هذه الملاحظات وإليك أخي من تفضل طيب إذن بالأرقام وكما قررت اللجنة حصلت أسماء في الحفظ على أربعين درجة وفي التلاوة على ثمانية وثلاثين درجة في المفهوم عشر درجات وفي الأداء عشر درجات أما رهام حصلت في الحفظ على أربعين درجة في التلاوة ثمانية وثلاثين درجة وفي المفهوم عشر درجات وفي الأداء تسع درجات إذن المجموع لأسماء ثمانية وتسعين درجة والمجموع لرهام سبعة وتسعين درجة متقاربتان ولكن أسماء فازت بالجائزة الأولى لهذه الليلة نسلم الجوائز لأسماء ورهام مبارك يا أسماء الجائزة الأولى وهذه لرهام مبارك يا رهام العبادة القلبية إحدى أنواع العبادات المتمثلة بالنوايا ففي كل عمل ينوي صاحبه القيام به حتى وإن لم يفعل كتبت له حسنة وإن فعل كتبت له عشر حسنات مشاهدين الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج شباب القرآن على أمل أن أراكم غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد على الخير أراكم ستنا وتخلقنا اقرأ وجهك نور وهدى قطل أخلاقك من غصدا جود صوتك بالذكر شداء أتقل ما ضاع الجهد سداء أتقل ما ضاع الجهد سداء سداء علم ملأة الدنيا نورا ذكر انتهلوا معه الذكرى شكرا ل discriminونك شكرا